أهم للناس الموجودة في الملعب كابتن فايز ماتش اللي جاي الماتش اللي جاي طبعا أعتقد هيبقى أسهل بالنسبة لنا أن هيكون المنتخب الموريتاني فتح الملعب عايز يكسب محتاج تلات نقاط جدا طبعا والمباراة على أرضه وسطه جمهوره فأعتقد هيفتح الملعب فالمباراة نظريا هتبقى أسهل لنا كتير جدا عندنا مشكلة طبعا هو الملعب نجيل صناعي هتبقى مشكلة إحنا دايما اللعيب المصري عنده مشكلة كبيرة جدا على النجيل الصناعي ما عرفش عندي نص معلومة كما بيقولولي في الزبائلنا في الإعداد أنه احتمال محمد صلاح ما يسافرش مع المنتخب ما عرفش زكاة صحة ولا لأ هو عمتا اللعيب المصري بيحب الشرعب إن كان صلاح أو غير صلاح ما يحب الشرعب خالص على النجيل الصناعي درجة الحرار عالية طبعا وكمان إحنا ضمنين تأهل بالنسبة كبيرة بعض التفاصيل الصغيرة اللي تخوفنا من المباراة رغم إنها نظرين تكون أسهل إن عندك الخطوط مفتوحة عندك تريزيجي سالية عندك صلاح سالية عندك مرموش يبدأ هنا صفات مرموش اللي إحنا محتاجينها في المباراة تبقى موجودة وممكن مع مصطفى الحمد لأننا دايماً أخذ من كلام كابتن سابن نهاردة إن تريزيجي لما بتلعبه كتمانية إنت بتقضي من 70% من خطورته صحيح وقع على الخط أقوى يلا ما تلعبوش النهاردة كنت تتنازل ناصر ماهر كتمانية الكلام اللي إحنا تكلمنا فينا كنت قدر يتحرك بين الخطوط يستلم بظهره عنده ترنات كويسة جداً عنده رؤية يديل سروهات بين الخطوط الدفاعية فأنت بالتالي تريزيجي تلعيبه لعيبه وينج النهاردة تستغيل عمر مرموش كساكند سترايكر زي ما بيالعب في الفريق بتاعه في ألمانيا مع مصطفى محمد إنما التوظيف هو يديل عندي برضو مشكلة شوية مع كتن حساب خاصة قط الدفاع أنت النهاردة المفروض بتجيب هارموني الاتنين اللي هيرعبوا مع بعض أنت النهاردة محمد عبد المعنى مخرج مين التالت اللي هيرعب يعني لو كان حجازي كان موجود النهاردة العيد تقيل يقدر أنه هو يشيل النهاردة بشكل كبير جداً والحاجات الإيجابية عشان برضو نقول احنا تكلمنا على السلبي بس الكورة السابتة بتكلم فيها النهاردة تاني كورة الهدف الأول تحرك ممتاز جداً جداً وأعتقد هم يمتفقين عليها الكورة اللي هي ترجع لورا فالعيبة كلها العيبة بتاعتنا المهاجمين يروحوا لقدام فياخدوا معهم المدافعين واحد من المهاجمين بتقول أنه هو النهاردة تريسجي لف الورا كان هو مرموش فاخدت كل اللعيبة الكورة التانية نزلت لتريسجي الواحده خالص فانيشها بشكل كويس قوي ففيه حاجات طبعاً إيجابية شوفنا النهاردة بردية امسح اسم الكابتن ايه امسح اسم بعد ازمع الله اشان نمسح حاجة حلوة هي لا مع الحاجات دي ايه امسح تم المدى ويسوق استماعه صخراج وزحب منه القهوة كان بيدحك عليها وانا بقوله على الموضوع المقتل خلاص احنا شطابنا كده ناس أربعة معانا كابتن حسام خلاص كابتن حسام وكابتن قسامة معانا دي كده معانا اتنين من الستة فدي اللي السة اربعة معانا ولا معانا؟ طيب انا بتكلم كورة يلا يا باشا عشان قطر ده بص ده مسلم نفس والله العظيم ده بص بقى يا كابتن حسام ده علامتين طيب ارجع عليك تدي بنقطة تانية وفعلا هو يعني احنا كلنا انا كمدرب مصري